يكونون يعني أنا تمنيت أني شاعر أشعر في أمي الله يرحمها تمنيت أني شاعر أشعر في أبوي الله يرحمها هي نعم أدعي لهم أود كل شي جميلة قدم الوالديني هذا الكلام اشتقول يا أبو عبد الرحمن أخ والله نموذج رائع كلامه جدا جميل جزاك الله خير والوالدين لا يكفيهم هذا فلو بسطنا أنفسنا ومشوا علينا ما كفيناهم حقهم الحقهم علينا عظيم ويكفي أن الله أمرنا أن لا نقول عندما يؤمرنا أف وأنت تلبي الدعوة بس ما تقول بيها أف يا سلام الله سبحانه وتعالى وصّى نبيهما فكيف لا نكون عند وصية الله سبحانه وتعالى ونسأل رضا والدينا ومن فقد والديه فعليه الدعاء وتصدق عنهما لا شك أن الوالدين ليس لهم جزاء الله أكبر إلا الجنة الله أكبر ليس لهم جزاء أبدا مهما كان لا أحد يستطيع أن يجازي والديه اد اعمل وبر واجتهد لعل الله أن يرفع لك ذكرا حسنا طيبا عندما تلقاه أنك بررت بوالديك لم يشهد عليك بالعقوق هذا هو أهم شيء في حياة الأب لا شك أن الأب والأم لا شك أن الأب والأم الفضل لله سبحانه وتعالى ولا هما بعد وجدك في هذه الدنيا سلام لو لا هما لما وجدت أصلا فهما أصدك وهم أيضا لو رأيت والدتك التي كانت وأنت طفل صغير تزيل عنك الأذى لو أن تقيل لك خذ ألف ريال وازل الأذى عن إنسان ما رفضت وهي تضحك وابتسم تزيل عنك الأذى تحملك ترضعك من ثديها من لحمها من جميها من مخها هذا اللبن السائغ اللذيذ من يجده؟ هذه أمك تبثه إليك وحنان معه ليس لبن بس تغذيه معه حنان معه عطف معه فترتاح نفسك وأنت طفل صغير حتى بريحها لما تشم ريحها ترتاح فما بالك عندما نكبر ألا يحق لنا أن نبر بهما ألا يحق لنا أن نتصدق عنهما ألا يحق لنا أن ننفق من أجلهما رحمهم الله وغفر الله له صلي يا جهد صلي فينا أبو عبد العزيز اسم صوتك الجميل